من الرياض معي دكتور باسم حشار الخبيل الاقتصادي استشاري دولي في الأمم المتحدة مساء الخير أهلا بك معنا دكتور باسم إذن كنا بالآونا الأخيرة حتى أمس في استوديو الآن تحدثنا عن أن فقاعة وفق المحللين الاقتصاديين وصولها إلى بورصة شيكاغو لأول مرة ودخولها بورصات رئيسة عالميا هل يجعلنا نغير في هذا الحديث وفي هذا الوصف؟ أهلا وسهلا أستاذة ميسون وأهلا وسهلا بالسادة المشاهدين الكرام أهلا وسهلا نعم كان لدينا حديث منذ بضعة أيام وتناولنا فيه تحديدا هذه القفزات المتسارعة للبيتكوين ولعلي أذكر جيدا مع محاوري كان أستاذ أحمد أننا أثرنا نقطة في نهاية الحديث في منتهى الأهمية أن الاعتراب بهذه العملة وجعلها مقننة أو في إطار التعامل القانوني يمنحها الكثير من الشرعية ويبدو أن البعض كان بيسمعون وقتها لذا اتجهت الأمور نحو التقنين بالشكل اللي حضرتك عرطيه في التقرير واللي به نعم أستطيع أن أقول أن تغيرا ما حدث في الأربعة أيام الأخيرة انتهت بليلة أمس بالاعتراف القانوني بالبيتكوين كأحد عملات التداول في العقود الأجلة المستقبلية في بورسة شيكاغو بما يمنحها بالقطع مسارا جديدا كواحدة من العملات التي يمكن الاعتماد عليها والتي يمكن اللجوء إليها في هذا الشكل من التداولات المالية ما أهم جعل هذا الموضوع يحدث أن تبتعد عن كونه فقاعة ويتم فعلا تقنينه بداية هي لم تبتعد عن كونها فقاعة بعد لازلت أنظر إليها وخصوصا أن الذي يحكم سعرها إلى الآن هي حركات الطلب والعرض التي لا يمكن التحكم فيها بأي شكل من الأشكال لذا هي لازالت تخضع بشكل أو بآخر إلى قانون الفقاعة على الأقل من وجهة نظرك الذي جعلها أخذت هذا المنح فيه تقديري ربما يرجع إلى استجابة الأطر التنظيمية أو استجابة المؤسسات النظامية لهذا النوع من الطلب العالي عليها في الأسواق غير المركزية بما يعني أنه لا بد من احتواء هذا الشكل الجديد من الأوراق أو من العملات النقدية التكنولوجية الغاية في التشفير وكذلك التي انتشرت بسرعة واسعة جدا تجعل من الأفضل والأكثر موضوعية هو محاولة احتوائها أفضل من تركها لأمور السوق أو تركها تجعل قطاعا موازيا جديدا يضافه إلى السوق المالي أو السوق التكنولوجي بما يصعب عملية الاحتواء ربما لاحق طيب على المدى البعيد يعني حسب ما ستقول إليه الأيام كما قلت يعني أنت برأي حدثك فقاعة ومع أنه كمان كان حديثك أنه قلت احتمالية اعتبار فقاعة بالأونا الأخيرة بالأيام الأخيرة لما استقرت عليه الاعتماد ببورصة شيكاغو ومن الممكن أن تصبح عملة معتمدة كمان كما قلت حدثك دكتور باسم على المدى البعيد فيما لو اعتمدت ما مدى إيجابياتها يعني مش بس للمستثمرين دعينا نتفق أولا أستاذة ميسون على أنه أي عملة من عملات التداول أو أي أداة من الأدوات المالية التي تطرح في السوق سواء كانت هذه العملة بيتكوين مشفرة أو غيرها من العملات أو الأدوات المالية الذي يجعل لها نصيبا من النجاح في الأساس هو قدرتها على تلبية حاجة المتعاملين ومدى الثقة التي تتمتع بها سهولة تداولها كذلك انخفاض كلفة أو تكلفة التداول كل هذه الميزات أتخيل أنها تتوافر في البيتكوين يضاف إلى ذلك على المدى المتوسط والبعيد دعينا نقول الاستجابة التي قامت بها المؤسسات الرسمية أو البورصات الرسمية التي بدأت في إدراجها ضمن أحد الأدوات المالية المعترب بها في السوق تمنح لها شرعية إضافية تمنح لها مصداقية أعلى وبالتالي ما أراه كما ذكر التقرير وربما أتفق تماما مع الجملة الأخيرة التي عرضها التقرير أننا بصدد الحديث عن أداء تمثل ثورة تكنولوجية جديدة في مجال التداول المالي ومجال الأوراق المالية وأظن أن الأمر لن يختلف كثيرا في وضعية المستثمرين عن وضعية المتعاملين الآخرين في السوق إذ أنها ستعود بالنفح حالة تقنينها لجميع الحائزين وفي ظني أن هذا هو الاتجاه الذي تصب إليه أو التي تسير إليه معظم هذه المنظمة ولكن على رغم اعتمادة وشارع نتا بشكل ما ولكنها ليست قانونية بعد مئة في المئة شرعية صحيح ويكفي أن نعرف أن برصات زي برصات الصين ما زالت لا تعترب بها وكذلك ربما أمريكا وألمانيا هما الأبرز بين كل دول العالم من الذين سامحوا بتداولها بشكل شرعي أو لنقل بشكل قانوني أو رسمي باقي الدول إلى الآن تنظر وهي تقدم رجلا وتؤخر الأخرى نعم متردد فنترابع نحن هذا الموضوع على إياد حال عذرني انتهى وقت الحجز أنا أشكرك جزيلا على وجودك معنا دكتور باسم حشاد الخبيل الاقتصادي الاستشاري الدولي بالأمم المتحدة شكرا دكتور باسم شكرا دكتور باسم